الآن إذا في صدرك على أحد شيء قريب فعيد زوجة ولد أحد من الناس مديرك في العمل أحد من الناس غلط عليك يوم الأيام أساء لك انتقص من حقك تقص من قدرك كذب عليك أخذ فلوسك شوه سمعتك فإني أنصحك بنصيحة الحبيب عليه الصلاة والسلام العفو والصفح يا أخوه وما زاد الله عبدا بعفوا إلا إيش يا أخوه سمعوني إلا إيش إلا عزة تعرف شمان العزة الرفعة والشأن العظيم لأن بليس يجيك يقولك أنت تسكت عليه أنت ما ترد عليه أنت ترى هذا ما يسوى الحذاء اللي تمشي عليها ترى هذا منتف هذا ما يسوى شيء هذا ما له لا أصل ولا فصل لازم تأخذ حقك بيدك والله يجيك إبليس يقول فأنت تعود على العفو وتعود على الصفح غفر الله لك عفى الله عنك تجاوز الله عني وعنك الله يسامحك والله أني سامحتك من داخل صدري والله أني عفوت عنك أرسل له رسالة يفلان يفلانة عفوت عنك الله يغفر لك سامحني التسامح والعفو من شيء من الكرام فأسأل الله أنا أقول عن نفسي اللي يبغى يقول يقول اللي ما يبغى هو حر اللهم من ظلمني أو سبني أو شتمني أو أخطأ في حقي أو أخذ مالي إن كان ميتا فاغفر له أسمحه وإن كان حيا فمتعه بالصحة والعافية وارزقه في أهله وبدنه وحياته حياة سعيدة إلى أن يلقاك حتى لو كان غلط عليه أنا في النهاية الكسبان أنا اللي برتاح الفرن اللي داخل صدري هنا بطفيه وبعيش سعيد وهذه سنة محمد عليه الصلاة والسلام